موسيقى موسيقى وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث وصف الكريملين قرار الدول الأوروبية منح أوكرانيا وملدوفا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي بأنه شأن أوروبي داخلي وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إنه من المهم بالنسبة لموسكو أن لا يحمل هذه الإجراءات مشاكل لروسيا ولعلاقاتها مع الدول أيضا الأخرى معربا عن أمله في أن لا يؤدي ذلك إلى تدهور العلاقات بشكل كبير بين موسكو وبروكسل أعلنت وزارة الدفاع الروسية حصار أربعة كتائب من الجيش الأوكراني في منطقتين زولتو وغورسكوي وفي بيان أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إلى وجود نحو ألفي شخص محاصرين الآن في قرية غورسكوي من بينهم ألف وثمانمائة عسكري وما يصل إلى ثمانين أجنبيا وأكثر من أربعين وحدة من المركبات القتالية المدرعة بالإضافة إلى ثمانين بندقية وقذيفة هاون بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الموافقة على المزيد من المساعدات العسكرية بقيمة تصل إلى أربعمائة وخمسين مليون دولار لتلبية احتياجات أوكرانيا الماسة في الأزمة وفي بيان ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنه بموجب تفويد رئاسي سمح بالسحب ثلاثة عشر من الأسلحة والمعدات في قوائم جرد من وزارة الدفاع إلى أوكرانيا منذ أغسطس عام عشرين وواحد وعشرين مضيفة أن القدرات العسكرية في هذه الحزمة تشمل أربعة أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة وستة وثلاثين ألف قطعة من عيار مئة وخمسة مليمتر وثمانية عشر مركبة ومعدة أخرى قال حاكم منطقة لوهانسك إن القوات الأوكرانية تلقت الأوامر بالانسحاب من مدينة سيفيرو دونسك وفي بيان أضاف الحاكم أن القوات المسلحة الأوكرانية ستضطر إلى الانسحاب من سيفيرو دونسك لأنها تلقت الأوامر للقيام بذلك معتبرا أن البقاء في مواقع تحولت إلى حطام فقط من أجل البقاء هناك ليس منطقيا موسيقى 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 ومتعلقة بالضحايا واصفا لانفجار بالهجوم الإرهابي مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تؤكد مصرع رئيس إدارة الأسرة والشباب والرياضة بإدارة ولاية خيرسون ديمتري سافلو تشينكو نتيجة للانفجار قال وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستضيف أربعين أو خمسين مليون شخص آخرين إلى صفوف الجيع وفي مؤتمر صحفي حذر بلينكين من تدهر الأوضاع الإنسانية والغذائية حول العالم بسبب الأزمة حمل وزراء خارجية مجموعة الدول السبع روسيا مسؤولية تفاق من عدم الأمن الغذائي بحصارها وقصفها للبنية التحتية الرئيسية في أوكرانيا وفي بيان لهم دعا وزراء المجموعة موسكو إلى رفع الحصار عن الموانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود لاستماح بالصدرات الغذائية دعت المجر الاتحاد الأوروبي للتوقف عن سياسة العقوبات التي ينتهجها ضد روسيا والتركيز بدلا من ذلك على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات بين موسكو وكييف وقال مستشار رئيس الوزراء المجاري بالعاج أوربان إنه كلما زادت العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي زاد إلحاق الضرر بالكتلة بأكملها وستكون أوروبا في النهاية الطرف الخاسر بسبب المشاكل الاقتصادية مضيفا أن بلاده تدعو الاتحاد إلى وقف هذا المسار أعلنت وكالة حرص الحدود البولندية استقبال 4.292.000 لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية وفي بيان أوضحت الوكالة أن بولندا استقبلت أمس نحو 27.500 لاجئ من أوكرانيا مقابل 26.300 لاجئ في اليوم السابق عليه فيما غادر أكثر من 2.3 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا